هذا وقد أكد شكري أن المباحثات مع وزير خارجية العدفيا قد تناولت مستجدات القضايا الإقليمية ومن بينها قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا كما أشار شكري إلى تناول اللقاء بحث الأزمة الأوكرانية وتدعياتها لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارة المتبادلة بين مسؤولي البلدين تبحثنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام في مقدمتها الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا الأوضاع في المنطقة القضايا الفلسطينية الأوضاع في ليبيا في منطقة القرن الأفريقي موضوع سد النهضة أيضا الأوضاع في سوريا والعمل على تحقيق الاستقرار والخضاء على الإرهاب متطلع الاستمرار أيضا التفاهم المشترك فيما بيننا اتصالا بعلاقات مصر بالتحدي الأوروبي وتناولنا قضية حقوق الإنسان في حوار فيه قثير من التفاهم لأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتخاء بها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر